أمام حضرتكم لقاء جميل ودي أخوي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس المجلس الرئاسي في البوسنة وكان من الواضح مدى حفاوة الاستقبال من قبل أردوغان وبمناسبة المولد النبوي الشريف حرص رئيس أردوغان على تقديم الصميت التركي لضيفه العزيز رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة وأمام حضرتكم هذه الصور التقطت من قبل مصوري الصحف التركية وأيضا المراسلين الإعلاميين للقنوات الإخبارية في حرص واضح من قبل رئيس أردوغان على إظهار العادات والتقاليد التي تدلل على مدى حب الشعب التركي للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رئيس أردوغان تحدث في إطار هذه الأيام عن ضرورة أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو القدوة الوحيدة للشعب التركي ولكل شعوب الأمة الإسلامية وعن ضرورة التمسك بهذه الأقلاق التي كان يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان لافت للنظر حديث رئيس أردوغان في هذه الأيام بتلك الطريقة ترجمة نانسي قنقر